السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم بحبك يا بلادي مباريات منتخب سوريا الأول الودية المقبلة يمكن إحنا كنا عملنا حلقة مفصلة وتكلمنا عن مباراة واحدة منهم ولكن الكابتن تيتا فاليريو فاجأنا أمس بأن له طلب مباريات ودية غريبة وعجيبة ولم يجر أي مدرب شفته في حياتي في كرة القدم السورية يطلب تلك المباريات مع كبار قرة أسيا كبار قرة أسيا عايز الكابتن تيتا فاليريو يواجههم في الأيام المقبلة قبل مباراة الإمارات إن شاء الله بإذن الله يكون فيه مباراتين وديةين يبدو أن الكابتن تيتا فاليريو يريد أن يجري مش صدمة بجا لا ده صعقة صعقة كهربائية للعبين عشان يستفيقوا عايز يخليهم يلعبوا مباراة مع كبار أسيا وبعد كده يلعبوا مع المنتخب الإماراتي مباراة فهتكون في المتناول تحديدا وإن إحنا عندنا الآن فائد من الوقت وإمكانية إن اللعيبة بتوعنا يستريحوا ومش زي ما خصل فيه مبارات موريتانية المعسكر الحالي للمنتخب السوري هيكون إن شاء الله بإذن الله في حلب ويمكن من شوية تيتا فاليريو أعلن إن هو كان مسافر بالباص أو بالأوتوبيس ولكن وجد إن الباص بحالة رديئة وعلى طول رفض إن هو يسافر إلى حلب هو واللعيبة هو الطاقم الإداري والفني وقرر إن هو ينتظر عشان يتم تأمين باص بإمكانيات أعلى وأفضل وملائم لمنتخب وطن وجاري تلبية طلبه الآن أيضا الكادر الفني والإداري للمنتخب السوري بيكتمل الآن يمكن المحترفين الأربعة للمنتخب السوري هيصلوا بإذن الله إن شاء الله خلال ساعات قليلة وتعالوا فكركم بيهم واللي هم شيرجو شهاب ماطيوس بهنان وإلمار إبراهام ومارك جيرجيس أيضا بالمناسبة وبخصوص الكادر الفني الأجنابي سواء كان المعالج الفيزيائي أو مدرب حراس المرمى كلهم غداروا من رومانيا ومن إيطاليا وتوجهوا إلى سوريا ويكونوا حاضرين غدا بإذن الله إن شاء الله ويبدو أن الميران الأول هيكون غدا إن شاء الله بإذن الله المعسكر اللي بعده هيكون في قطر من يوم 2 ليوم 12 يناير 2022 وخلاص تم اعتماد المعسكر في دولة قطر زي ما قلت لكم يا طرح هنلعب في المعسكر ده كم مباراة هنلعب مبارتين زي ما قلت لكم أول مباراة ويمكن اتكلمت معاكم عنها أكتر من مرة ولكن تعالوا أذكركم وهي مباراة مع إحدى المنتخبات الأفريقية اللي الكابتن تيتا فاليريو شايف إن هي هتشكل إضافة للمنتخب السوري في الفترة المقبلة والمنتخب تصنيفه على مستوى قارة أفريقيا التمانية واربعين تصنيفه على العالم مية واحد وخمسين وهو المنتخب الجنبي أو الغنبي منتخب غنبية أو جنبية بكل تأكيد هتكون مباراة قوية جدا جدا للمنتخب السوري لأن احنا بنلعب مع مدرسة صعبة مش سهلة يعني وزي ما قلت لكم في الزمن اللي احنا فيه ما عندناش منتخب ضعيف ومنتخب قوي لأ احنا عندنا منتخب عايز يكسب ومنتخب مش عايز يكسب يعني طالما توفر عندك الدافع زي ما حصل كده مع منتخب سوريا في مباراة تونس فبتكسب بكل سهولة وبتعمل أعلى أداء وأعلى نتيجة وكمان بتسجل أهداف شكلها حلو يعني هدف كاسكاو وهدف محمد عنز في مباراة تونس في كأس العرب أهداف شكلها حلو تزديدات من بعيد يعني وإحنا مش متعودين على ده إلا أن الكابتن تيتا فاليريو قرر أنه يطلب كمان مباراة ودية واختار ما بين منتخبين عشان يلعب معهم أو مع واحد منهم يعني مباراة ودية المنتخب الأول هو صدقا من كبار أسيا منتخب ترتيبه الرابع على قررة أسيا ترتيبه عالميا الـ 35 لأن أطيل عليكم هو منتخب أستراليا محدش أبدا يتخيل أن الكابتن تيتا فاليريو عايز يلعب مباراة ودية مع منتخب أستراليا منتخب أستراليا واللي آخر مبارياته في تصفيات كأس العالم كلها نتائج يعني تقريبا إيجابية باستثناء اليابان ممكن والصين لعب مع الصين 3-0 فاز على فيتنام 1-0 فاز على عمان 3-1 فاز على أو خسر من اليابان 2-1 تعادل مع السعودية 0-0 تعادل مع الصين 1-1 ولسه عنده مباراة مع فيتنام وعمان والسعودية واليابان أيضا فيبدو أن الكابتن تيتا فاليريو يريد أن يجري صدمة ويبدو أنه يلعب على الملحق من الآن يعني بيستغل تلك الفترة عشان يعني يلعب على الملحق على اعتبار أن أنت في النهاية تلعب مع الدول دي في الملحق الدول اللي أنا بتكلم معكم فيها دي ممكن يكون الملحق بتاعنا مع أستراليا والد إيه المشكلة؟ ممكن يكون مع اليابان إيه المشكلة برضو؟ تحديداً وأن السعودية هي الحصان الرابح هذا العام على رأس المجموعة التانية من تصفيات كأس العالم عن قارة أسيا منتخب أستراليا الآن ترتيبه في المركز التالت وده يمكن ترتيب متأخر بالنسبة للمستوى منتخب أستراليا لكن زي ما قلت لكم السعودية داخل السنة دي داخلها سخنة في المركز الأول برصيد 16 نقطة في المركز الثاني اليابان برصيد 12 نقطة في المركز الثالث أستراليا 11 نقطة في المركز الرابع عمان ب7 نقاط في المركز الخامس الصين برصيد 5 نقاط وأخيراً في اتنان بصفر نقاط هزم في كل المباريات طبعاً بكل تأكيد الكابتن تيتا فاليريو برضو ما توقفش عند منتخب أستراليا وقرر يفاجئنا كمان مفاجأة أكبر وقرر أنه هو يلعب مباراة الدية مع منتخب تاني والمنتخب ده ليه ذكريات كده مع المنتخب السوري يعني مش واخدين بالكم يعني مش إيه مش هينفع مثلاً أن احنا نغفله لا هو المنتخب ده كان عندنا مدرب في سوريا اسمه الكابتن فاجر إبراهيم كان دايماً بيقول لنا أنتوا فاضل لكم خمسين سنة عشان توصلوا لمنتخب هو ده المنتخب اللي الكابتن تيتا فاليريو عايز المفروض أنه هو عايز يعني يتواصل معاه أو تواصل معاه بالفعل على فكرة لا بس أنا مريض فهناشت شوية يعني لا هو تواصلنا مع المنتخب ومنتظرين منه الرد المنتخب ده تصنيفه أكيد أنتوا عارفينه التصنيف التاني على مستوى قرة أسيا خلف منتخب إيران الترتيبه الستة وعشرين عالمياً أنا بتكلم معكم عن منتخب اليابان منتخب اليابان منتخب اليابان واللي امتابع منكم مبارياته كانت طبعاً نتائجها خزع بالية هو يمكن خسر من السعودية 1-0 فاز على أستراليا 2-1 فاز على فيتنام 1-0 فاز على عمان 1-0 عنده مباريات بعد كده في الجولة المقبلة جولة الثالثة مع الصين والسعودية وأستراليا وفتنام تاني منتخب اليابان في نفس مجموعة المنتخب السعودي والأسترالي وفي المركز التاني برصيد 12 نقطة ايه اللي خلى الكابتن تيتا فاليريو يقرر ان هو يطلب تلك المباريات الصعبة الحقيقة وانا ارى من وجهة نظري الشخصية واضح جداً ان تيتا فاليريو لديه عدد كبير من اللاعبين وهو يحمل هم هؤلاء اللاعبين وبالتالي هو يعلم جيداً انه لابد من وقت لابد من وقت لاختبار هؤلاء اللاعبين ولابد من مباريات ودية قوية انت عارف لما تجيب واحد عضلاته كده زي بيجرامي عندنا احنا في مصر وتقول له ممكن بعد اذنك تشيل مثلاً يعني فرشة الشعر دي فيقول لك اه تمام يروح ماسك فرشة الشعر بطرف صباعه شايلها يعني مش قصة اه طب لو انا قارنت ما بين طفل عنده خمس سنين والبيجرامي في ان هو يشيل فرشة شعر ما هيشيلها ما هيشيلوها هم الاتنين اذا المقارنة هنا ظالمة لمين؟ لبيجرامي لاني بيجرامي طبعاً انا جزدي به استراليا جزدي به اليابان منتخبات القوية دي فعشان تبتدي تختبر اللعيبة بتوعك اشد اختبار تيتا فاليريو قرر ان هو يلعب مباريات مع استراليا ومع اليابان واتمنى ان يلعب مع الاتنين اتمنى ان يلعب مع المنتخبين ساعتها اللعيبة المحترفة لا وغلبة اليابان وغلبة استراليا بسهولة هتروح تغلب الامارات بكل بساطة وساعتها هيبقى فعلاً احنا تأكدنا ان اللعيبة دي كويسة مش بس من خلال المعسكرات لان اكيد انتم تابعين وعارفين ان المعسكرات المعسكرات يعني مش مش دليل على ان اللعب ده كفأة واللعب ده مش كفأة هو في النهاية تدريب حد بيتدرب عارفين لما واحد بيتخرج من كلية التجارة عندنا مفروض يشتغل في بنك مثلاً فبيروحوا يشغلوا في بنك لمدة شهر كمتدرب يتدرب هل ممكن احكم على الخريج من خلال تدريبه لا ما هو لازم ينزل يلعب ينزل يلعب يعني يلعب مباراة يا سلام باجا لو لعب مباراة في يوم كان زحمة وفيه عملاء كتير يا سلام لو كانت المباراة دي امام استراليا يا سلام لو كانت امام اليابان هو ده اللي بيفكر فيه الكابتن تيتا فاليريو الآن كابتن تيتا فاليريو طبعاً كان ليه حوار قبل قليل على اذاعة شام في امه وكان له تصريحات قوية وكان له تصريحات واضحة وتحدث عن اللحظات الاولى التي تم التواصل فيها معه وهو في رومانيا وذهباً لزيارة ابنتي في سويسرا وفوجئ برقم من سوريا يتصل به وهنا علم ان المنتخب السوري يريد ان يعود تيتا فاليريو كي يدرب وهنا تحدث تيتا فاليريو بشكل واضح ولماذا هو قبل المهمة ويعتبر سوريا هي بلده الثاني وذكر بالحرف الواحد قمت بالرد على الاتصال وفهمت انهم يريدون مدرباً لمنتخب سوريا وقلت لهم نعم انا موافق وساءتي لتدريب المنتخب تدريب منتخب سوريا مهم جداً بالنسبة لي شعرت انني قمت بعمل جيد في 2011 وتركت شيئاً خلفي لم اكمله لذلك قابلت بالمهمة بالنسبة لي هو تحدي جديد سوريا هي بلدي الثاني لذلك قابلت بالمهمة مباشرةً ودون تفكير نريد ان نوجه عناية السادة القائمين على الاتحاد السوري لكرة القدم بسرعة التوقيع مع الكابتن تيتا فاليريو لان الكلام اللي انا ذكرته الان هو كلام جميل وكلام رائع ولكن على ارض الواقع لو اتى للكابتن تيتا فاليريو عقد بتدريب منتخب اخر بمئة الف دولار وهو يتقادى مثلاً اجر مع المنتخب السوري تمن تلاف او عشر تلاف دولار هل تعتقد انه هيوافق ولا هيرفض يعني كل الامور العاطفية كل الامور العاطفية بتنزل تحت الاموال بتتغير تتغير فانا عايز اعرف لماذا الى الان لم يتم التوقيع مع تيتا فاليريو رغم ان كل الامور ماشي على ما يرام وكل اللي طلبه وصل وما زلنا بنغير يعني في بعض الاخطاء طبعاً في بعض الاخطاء وبنحاول ان احنا يعني نوصل لاعلى درجة من درجات الجهزية في الحدود المتاحة برضو يعني ولكن عايزين يكون عندنا اطمئنان عايزين يكون عندنا احترافية في التعامل تيتا فاليريو يكون مدرب مع المنتخب السوري لكن هو الان ليس مدرباً للمنتخب السوري هو يعني شفاهيةً اه مدرب للمنتخب السوري وجاب لعيبة وجاب مدربين وجاب طاقم فني وإداري أجنبي واستدعى محترفين لكن هو في النهاية ما عندناش عقد يثبت ان هو مدرب للمنتخب السوري ممكن يلعب الاربع مباريات المقبلة بس وما يكملش وده مش اتفاجنا وده مش الاتفاج بتاعنا لو فاز في الاربع مباريات المقبلة وطلب مننا الملحق فهنفاجئ بان احنا مثلاً مع مدرب آخر في الملحق لا طبعاً الامور ما ينفعش تسير بالشكل ده تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واكتبولي تحت رأيكم في التعليقات ايه رأيكم في المباريات اللي اختارها الكابتن تيتا فاليريو هل شايفين ان هي مباريات جيدة ولا هو مغامر وما حسبش حساباته ولا ايه بالزبط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته